إزاي الأستاذ ربيع عبدالوهاب اترشح لهذه المسابقة؟ الترشيح بيكون من خلال وزارة التربية والتعليم اللي بتتيح للمعلمين إنها يقدموا من خلال الجائزة عبر موقع الجائزة فبنقدم الطلب بتاعنا على الموقع بتاع جائزة محمد بن زايد بيتم قبوله ورفع مجموعة بقى من الشواهد والمعايير اللي من خلالها بيتم تقييم المعلمين على الأشياء دي السؤال بقى إيه دور الأستاذ ربيع في هذه المبادرة رواد التحدي إحنا مبادرتنا اسمها رواد التحدي وهي نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الهمم طبعا دي من ضمن معايير الترشح أو التأهل للمرحلة التانية من مراحل الجائزة لأن إحنا أهلنا ثلاث معلمين من مصر وبنها في الستة وعشرين معلم من كل دول العالم المشاركين معنا الجائزة من ضمن المعايير أن المعلم يقدم فكرة مبتكرة فكرة ريادية ويبدأ ينفذها على أرض الواقع بننافس بالفكرة دي كل الزملاء المشاركين معا من كل الدول ففكرتنا جات إن إحنا نجمع بين رواد الأعمال وبين ذوي الهمم ونرجع ننزل بها لسن طلبة المدارس فبدأنا إن إحنا ننفذ الفكرة ونطرحها ليه التنفيذ من خلال مدارس النور للمكفوفين ومدارس التربية الفكرية ومدارس الصم من خلال مجموعة من الأليات ومن خلال مجموعة من الأهداف كان الهدف الأساسي إن الطالب من ذوي الهمم ينخارط في المجتمع يعرف إنه دوره للقضاء على مشكلة البطالة وإنه يعرف إنه دور في المجتمع إنه ما يرضاش بأي مهنة لا تتناسب مع إنسانياته بصفة عامة فدي كانت الفكرة بنبدأ نعرفهم يعني إيه لديت أعمال يعني إيه مشروعات يعني إيه تعتمد على نفسك يعني إيه تأسس لمشروع تعمل دراسة جدوى تدرس السوق تسوق من خلال منهج تم إعداده مخصوص لهم سواء كان مناسب للصم من خلال لغة الإشارة أو للمكفوفين من خلال الصوت أو طريقة برايل وبطريقة معدة خصيصا للطلاب في مدارس التربية الفكري جربت منين ما بين الأستاذ أو أستاذ اللغة العربية وبين الرجل الذي يساهم في هذا أو في هذه المبادرة هي الفكرة أنا حاصل على الدكتوراه فمن ضمن أبحاثي كان فيه بحث منهم عن ريادة الأعمال والاستفادة من تجربة فنلندا في ريادة الأعمال في المدارس التعليم الريادي فمن الوقت ده وأنا فكري أن أنا أحاول أطور من فكرة ريادة الأعمال للطلاب بصفة عامة فلقيت أن فكرة ريادة الأعمال للطلاب وذاو الهمم كفكرة جديدة في نطاق بحثي وفي نطاق المجتمع اللي أنا فيه تبدأ أنها تكون قابلة للتطبيق اللي بيسموها ريادة الأعمال المجتمعية أن الشخص يقدم فكرة تخدم المجتمع وتكون فكرة غير ربحية المبادرة بتقدم حاضنات أعمال للطلاب بدأنا نعمل ورش عمل بدأوا يعملوا مشاريع خاصة بيهم دلوقتي مشاريع مبسطة يعني على قد طلبة المدارس إحنا بنستهدف طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بنجيب لهم بعض الخامات بدأنا ندربهم بدأنا نجيب منصقين في المدارس بمرشد لريادة الأعمال لذاو الهمم دائما بيحتاج إلى مرشد يسموه الكوتش المدرب معاهم يعني بيساعدهم فبدأنا في كل مدرسة من المدارس يبقى فيه منصق بيبدأ يدربهم في الأعمال اللي إحنا نبدأ نشتغل عليها سواء كتأعمال المكرمية والمكفوفين عاملين شغل ما شاء الله تبارك الله رائع مبهر أنا شخصيا استفدت إنسانيا من العمل يعني أنا لم أخذ هذه التجربة من قبل أن أتعامل مع ذاو الهمم أو يكون لي تعامل مباشر معهم أنا متأثر جامد يعني بالشغل مبسوط وسعيد لأننا ربنا جعلني سبب أن أكون سبب في سعادة أبنائنا في الطلاب ذاو الهمم في المدارس بدأت العمل معهم من أمد؟ إحنا بدين تقريبا بأن شهر ونص أو شهر ونص من أول آخر يناير بدأنا في العمل بالخطة اللي إحنا رسمناها طبعا أنا مكلف اللي بيصرف على التمويل هي الجائزة فاخترت المدارس بدأنا أول حاجة نعمل تعريف بالمبادرة للمعلمين لأن الفكرة جديدة إيه ريادة أعمالهم؟ يعني الطلاب ذو هيعرفوا يعملوا ريادة أعمال؟ فعلا بدأنا نقعد معلمين ننشروا الفكرة طبعا صممت منهج معد خصيصا وتم طبعته وإعداده بطرق مناسبة للطلاب في السن مبسطة يعني ريادة أعمال؟ إيه الفرق من العمل الحر؟ إيه المعوقات اللي تتعوق رائد الأعمال من ذاو الهمم؟ كيف يتغلب عن ذي المعوقات؟ كيف يختار المرشد اللي هيساعده في العمل بتاعه؟ فبدأ نعرف المعلمين نعمل ورش عمل للطلاب المجتمع المدرسي بصفة عامة بدأنا في إطار عمل موقع إلكتروني للتسويق والعرض المنتجات بتاعتهم وإعداد المناهج مجموعة عمل شغالة معاه في مدارس الصم ومدارس النور ومدارس التربية الفكرية المعلمين اللي موجودين هناك هم اللي بيساعدون الشغال لوحد يعني طبعا بالتوجيه بالإدارة بنها التعليمية والمجموعة اللي شغالة معاه في الإدارة إيه اللي شفته خلال الشهر ومص دول؟ شفت روح وشفت تحدي فعلا هم عندهم تحدي هم محتاجين اللي ياخد بأيديهم محتاجين اللي يساعدهم عندهم كمية طاقة أنا مبهور بيها ومستغرب وما كونش أتخيلها الإقبال اللي عندهم الانبساط لما بيشوفون الدكتورة بيعجب اللي هم يتجمعوا ويعوضوا بقى احنا هنقعد نشتغل ونقعد بنعمل جو كده جميل يعني بشوف شغلهم ببسوط انتاجهم لما لاي حد طالب كفيفه وبينتج لي سلسلة وأنسيال وحاجات كده لطيفة بأيديهم وبيعمل شغله مكرمية وشغال طالب وعارف انه الموضوع ده هيتسوق وانه هيكسب وما فعلا اقتنعوا بالفكرة كنا عاملينهم من ضمن الشغل بتاعنا من رائد الاعمال إلى رائد الاعمال جيبنا رواد اعمال مكفوفي وبدأ يعرضوا وهم مشتغلوا ازاي اللي فاتح مثلا مشروع سنترالي اللي عامل بقالة وبيبدأ يتعامل معاها حاجات زي كده فبدأ هم يتأثروا اتغيرت فكرتهم عن الحياة وعن المجتمع وانه مش هيرضى باي شغلانة وممكن هو يعتمد على نفسه في المستقبل يكون صاحب مهنة فده شيء يعني افدنانا شخصيا انسانيا ويدل الفكرة بيسموها ريادة الاعمال المجتمعية زي موضع لحضرتك انه بيقدم خدمة للمجتمع خدمة غير ربحية تفيد بعض العناصر المهمشة او التي تحتاج الى الدعم هروح للقصة غير ربحية دي لانها مهمة بس هنا هسأل كمان قلت لي انه بتتعاون مع المدرسين اللي موجودين في مدارس النور وفي مدارس التربية الفكري طبعا شفت ايه من المدرسين دول او شفت فيهم ايه شفت فيهم اقبال وحب للخير الاختيار اللي يعملوا في مثل هذه المدارس في مدارس التربية الفكرية المعلمات هناك فبقولهم يعني لو احنا عملنا منتج وانتوا ساعدتوا كده احنا بنساعد الطلاب احنا عايزين نبسطهم احنا عايزين نسعدهم في مدارس الصم نفس الكلام المدارس اللي هو اللي اتصل بي وقالي طبعا عندي فكرة ممكن نعملها ونعمل نور ونشتغل عليها في مدارسة النور معايا هناك معلمة استاذة هانم أنا بشكرها عامل شغل رائح متطوعها وننزل بنفسها المكان عشان نجيب حاجة ارخص ونجيب خامة معينة ويكون مناسبة للطلاب وبتقعد معاهم وتصهر معاهم لانهم عندهم مكان بيباتوا في المدرسة يعني شيء مبهر ده المعلم المصري دول الناس المبهرين اللي عايزين يعملوا خير وفرحانين بالفكرة ومقبلين عليها ودونا نطاقة ايجابية طبعا مش قولين ما فيش فيه معوقات وفيه ناس تانية شايفة ان الموضوع يعني مش طبيعي ومقالوش لازمة وحاجة زي كده لكن احنا بناخد الناحية الإيجابية وهي كتير كتيرة ومبهرة وبتقول ان مصر فيها خير ومعلمين مصر فيهم خير وفيهم رغبة للعمل ورغبة للإبداع ولما بعرفوا ان احنا كمان بنشارك لا ده عشان خطر مصر احنا هنعمل اكتر فده شيء جميل يعني انا لمسته فيهم طب ده شيء رائع جدا ان انا استأذنك هروح لفاصل وعايز ارجع بعض الفاصل اسألك السؤال كده سؤال كده بالمفتشر تشتغل على أمر ما وهو غير ربحي وانت رجل استاد في اللغة العربية وحصل على الدكتوراه وسهل تستسمر وقتك فحاجة تانية هتجيب فلوس كتير قوي جدا خالص تعمل كده لها دكتور ربيع فاصل ونكمل الكلام لا اخد بالك ان الحديث برضو مع الدكتور ربيع فالفاصل ملهم جدا خلوني اجدد الترحيل مرة تانية من دكتور ربيع عبدالوهاب المرشح لجائزة واحد من افضل المعلمين العالم في هذه المسابقة وانا كنت بسأل مبادرة غير هادفة للربحة تقدر جدا تستثمر وقتك وشهاداتك وخبرتك وعلمك فحاجات تجيب فلوس كتير جدا قوي خالص ايه اللي خلالك عملتك كده والله الدافع الانساني بصفة عمي انا خدت مجموعة من الخبرات في العملية التعليمية والتدريس بقى لي مثلا اكتر من 20 سنة خبرات في البحث العلمي وفي المسابقات اللي اشتركت فيها اشتركت في اكثر من خمس ست مسابقات على مستوى مصر والعالم برضو غير المسابقة محمد بن زايد بفضل الله فدوري انا فين انا حابب اعمل حاجة فعلا طبعا هي مكلفة من الجائزة ومدعومة ايضا من جائزة محمد بن زايد المبادرة والحاضنات وما الى ذلك يعني لكل ما يخص المبادرة اللي ان حب العمل وممكن هو تدابير ربنا سبحانه وتعالى اراضي الخير اللي انا ادخل في هذه الفئة هي يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى وهي دي الفكرة اللي بيكمل لنا يعني مصر عليه فكرة ريادة الاعمال المجتمعية بتعمل فكرة ريادية تخدم بها المجتمع فدي كانت من ضمن شغلنا اكرمتني بانك ادتلي الكتاب اللطيف ده مبادرة رواد التحدي ريادة الاعمال للطلاب داوي الهمم المنهج الاثرائي طبعا اعداد الدكتور ربيع عبدالوهيب لفت نظري تلت قصص قصة عن المخاطرة قصة عن الابداع قصة عن الاستقلالية الاولى بطلها احمد خاطر التانية بطلتها فاطمة التالتة بطلها حسام وخالد او بطليها حسام وخالد احكيت القصص دي طبعا القصص كلها بنوحي الخيال القصص ليست حقيقية احنا جميعين بنحاول نوصل فكرة الريادة للطلاب احنا بيكلم سن اعدادي وثانوي ايو لديهم قدرات خاصة فبنحاول نبسط الفكرة لما قلوا ريادة اعمال هو قد يكون الفكرة بعيدة شوية محتاجة لتوضيح فالتعليم من خلال القصة بمن ضمن الاستراتيجيات اللي احنا شغالين عليها في التعليم بصفة عامة فاحنا اخترنا ان احنا نوصل فكرة المخاطرة وفكرة الريادة وفكرة الابداع من خلال مجموعة من القصص ومن خلال المنهج اللي اتبعناها في بناء المنهج الاثرائي طريقة لاتبعناها طيب لاحظت انه عندنا صفحة فيها تحت عنوان الاعاقة في الفكر وليست في الجسد فمشاهير تحدو الاعاقة ستيفن هوكينج طبعا اشهر من نار على العالم الله يرحم توماس اديسون وجون ناش عالم الرياضيات الكبير انا عندي هنا نقد ليس هذا مسلا شهر مثلا على سبيل المثال الحصر صحيح فده ده 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 نقده اظنه نقده بنائش كده صحيح ويعدل ان شاء الله لكن اختيار في حد ذاته الامثلة اللي بنعلمها الولاد اولا احنا غير حتى الدكتور طاح سين لكن عندنا مشاهير في العالم كتير فعلا تحدو ظروفهم الصحية الى ابعد الحدود وعملوا زي ما تقال كده اختراق بريكترو ليه اخترنا التلات نمازج دول بالتحديد هي نمازج ملهمة كل واحد اشتغل في مجال من المجالات الاختيار ما كانش عن عمده وقصد بقدر ما هي الفكرة العامة فكرة تحدي الاعاقة فكرة انك تستطيع احنا الشعار بتاعنا كمل هتقدر هتقدر تعمل شيء الاعاقة لم تكن سبب في ان دول يتميزوا يكونوا اشهر من النار العالم ويحققوا انجازاتهم وامثالهم كثير يعني حب نكلم طلاب فلازم ادهم النماذج يعني فكان الاختيار بقدر ما هو يعني مش مقصود بهم شيء محدد بقدر ما هو نموذج لمتحدة العاقة على مستوى العالم تعتقد ان المفهوم هيتغير يا دكتور اتمنى وان شاء الله بيتغير واللي بشوفه مع زميل المدرسين في المدارس بيتغير ومن المجتمع المحيط اللي باعرض عليه الفكرة بيتغير الثقافة والفكر ودور نحن بقى في نشر هذه الفكرة ودعمها بكافة الوسائل وانا كنت حريصا وسعيدا موجود مع حضرتك عشان نعم الفكرة يعني انا شغال في بنها اتمنى الفكرة توصل على مستوى اكبر على كل المدن على كل المدن وانا فعلا بتواصل يعني مجموعة من الاتصالات بقوم بيها ان الفكرة تعمم وده غرضي من الموضوع لو دينا نوصل لكده وان المنهج ده ليه يوصل لولادنا ويكون فيه فعلا فيه اعداد المدارس فيها اعداد مهني يعني مدارس الصم فيها بيادرسوا تريكو بدرسوا نجارة وبعض المهن يعني ايضا في مدارس التربية الفكرية في حاجة اسمتها المادة الصناعية بدون بعض المهارات لكن فكرة انه بياخدها كمادة لانا عايز اخدها كاستثمار في الحياة يبدأ يعتمد على نفسه يبدأ يشوف ابني فكرة ازاي ابني مشروع ازاي انا اقدر فعلا اعمل كده ده اللي انا هدفي من المبادرة طب المبادرة هي ايمة ما بين حضراتكو دكتور ربيع والمدرسين اللي بيقابلهم في المدارس المختلفة والطالبة ولا داخل فيهم الاسرة بتاعت الطالبة الاسرة مهمة ده احنا لدينا جزء مهم الوعي الاسري لان ذوي الهمم في بناء المشروعات بتاعتهم دايما بيحتاج الاسرة سواء بالدعم المادي او بالتوجيه او المساعدة ده الاسرة دور مهم وفي ورش عمل تمت للاسرة وفي الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك اسمه رواد التحدي اتمنى الجميع يشارك فيها على كل الفعاليات اللي احنا بنعملها عاملين مطويات وبعض الكتيبات للاسرة التعرف بالتعريف بالفكرة فبدئين في شغل الاسرة دور مهم الاسرة والمجتمع المحلي كمان بالتأكيد قابلت أسر في البداية كانت بتقولك ما ينفعشوا وما الولاد وزرصهم وما إلى ذلك هل في بعض هذه الأسر فعلا تفكيرها تغير وبدأوا في دعم أولادهم والاستمرار معاكوا في المبادرة كتير منهم كتير منهم حول الفكرة تتغير لكنه لما يعرف أن في حاضنات وأن الموضوع احنا عندنا حت التمويل طبعا هعمل منين كتير معرفش أن الدولة بتوفر كتير قوي من فرص الدعم لذوي الهمم وفيه خدمات كتير قوي متاحة من ضمن الشغل بتاعنا نحنا بنثقفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة أنا غير الكتاب ده فيه دليل للمعلم ده بتاع الطالب ده بتاع الطالب فيه دليل للمعلم فيه شرح تفصيلي وتوضيحي لكل فكرة وفيه المعلومات اللي ممكن يقولها للطلاب إزاي تحصل على الخدمات اللي الدولة بتوفرها لك تجيبها منين محدش برضو يستغلك في الحصول على هذه الخدمات لأنه ده بيبقى ساعات موجود يعني في بعض المجتمعات لا الدليل بتاعنا بيوضح ده كتير من الأسر عندها اهتمام بولدها وده طبعا فيه حد من مدارس الصم في الأناطر وبيتواصل معايا ما شاء الله ابنهم مبدع ويشتغل في فوتوشوب ولأن احنا عايزين نخرج بره نطاق الخدمات اليدوية والمشروعات الصغيرة إلى فكرة التكنولوجيا والشيء الرقمي بيشتغل على بعض التصميمات ولوه مشروعه تواصلت مع بعض الأسات ده في الجامعة ولهم علاقة بيه الصم ولي فيه نمازج مبهرة شغالة في الأمور دي كلها في الجامعة لكن احنا عايزين نبدأ من تحت من التعليم قبل الجامعي عشان لما يدخل الجامعة يكون مهيئ لمثل هذه الأفكار صح فده كان غراضنا وده هدف الأساسي برضو من ضمن هدفنا تأهيل الطالب في التعليم قبل الجامعي لفكرة الريادة بالذات لذوي الهمم لأنه في منهم بيكمل في الكلية تعاتي شوف فكرة رائعة وبراقة وشديدة الأهمية وأتمنى لها أنها تبقى شديدة الفاعلية في السبعة وعشرين محافظة يا رب أشكرك جدا 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 يا دكتور وبالتوفيق وإن شاء الله تاخد الجائزة الأولى ومش بس من ضمن الثلاثتاشر دولة لا ويبقى فيه مسابقة فيها مية وتسعين دولة وبرضو تاخد الجائزة الأولى بإذن الله أدهه أدود كل الشكر لك ألف ألف شكر الله أبدكتور ربيع عبدالوهاب أستاذ اللغة العربية المرشح لجائزة من ضمن أو يعني يصبح أفضل معلم من ضمن معلمين مشاركين من الثلاثتاشر دولة زي ما كنت بنقول أو زي ما وجهنا ده فيه من النمسا وفيه من فنلندا وفيه من السويد ليه أنا اخترت فنلندا والسويد فنلندا والسويد دول يا جماعة هم والنرويج والدنمارك دول أسعب مواطنين في العالم تعرف يعني إيه المعلم بتاعنا يطلع الألفة يطلع الأول الألفة دي من على جلناع يطلع الأول عليهم ده معناها إنه فيه أمل كبير وضخم جدا في هذا المجتمع إنعكاس واضح على معلم مصري دكتور ربيع عبدالوهاب خلصت الحلقة لحد كده للأسف الشديد لكن كريم رمزي يكون داخل عليكو حالا دلوقتي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا فبإذن الله لو كان لنا العمر والصحة هنكون موجودين معاكو بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات